تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أقيم بنادي ضباط قوة دفاع البحرين حفلة تجشين كتاب خليفة بن أحمد أسيرة المسيرة وقد نام معالي معالي الشيخ محمد من خليفة الخليفة وزير النفط لحضور حفلة تجشين الكتاب الذي يسارض مسيرة معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين العملية والإنسانية وذلك بحضور سعادة الفريق الروكن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام وسعادة الفريق الروكن الذياب بن صيقر النعيم الرئيس هيئة الأركان وقد ألقى العلمي سعيد عبدالله الحمد كلمة قال فيها إن معالي الشيخ خليفة بن أحمد من الشخصيات التي لا تحتاج إذا لقب أو توصيف يسبق اسمها فقامتها في المشهد فوق هامات الألقاب والتوصيفات وتاريقها ووضع نقطة البداية لفصولا لا تنتهي من مواسم البذل والإنجاز ويأتي هذا الكتاب كما تطرق الكاتب القدير سعيد الحمد متزامنا مع احتفالات قوة الدفاع البحرين في يوبيلها الذهبي من بعد التأسيس ومضي خمسين عاما من العطاء والتضحية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته والفضل بعد الله يعود إلى جلالة الملك حفظه الله ومن عملوا معه من الرجال الذين صدقوا معاهد الله عليه وكان شعار جلالة الملك منذ البداية أمر الله الرباني وعدوا ما استطعتم لهم من قوة ومنذ البداية جاء الدعم من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتستمر كذلك بقيادة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة الدفاع البحرين حتى نالت هذه المؤسسة من المكانة والرفعة ما هي عليها اليوم ونفخر نحن وجميع أهل البحرين على ما وصلت إليه قوة الدفاع البحرين فأيما شرف ومكانة ورفعة يتمتع بها منتسبي هذه المؤسسة فأتقدم بداية بالشكر الجزيل إلى الكاتب والصحفي القدير الأستاذ سعيد الحمد وإلى أخي العقيد الركن عبدالله بن سعيد الكعبي على جهودهم في إصدار السيرة الذاتية لمعالي المشير الركن شيخ خليفة بن أحمد والذي تجدون في ثنايا هذا الكتاب محطات عن نشأة معالي المشير وتأسيسه لقوة الدفاع البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله حتى أن وصلت هذه المؤسسة إلى ما وصلت إليه من فخر ورفعة وعزة فهكذا نشأت شخصية معالي الشيخ خليفة بن أحمد فهي شخصية الرجل العربي القائد تجد الولاة والوفاء والصدق والشجاعة والإقدام والكرم والعدل والإرادة والعزيمة كلها تجتمع في شخصية مثل شخصية الشيخ خليفة فهو القدوة الحقة لنا جميعا لأبنائه في البيت ولأبنائه في العمل في قوة الدفاع البحرية ويعد كتاب خليفة بن أحمد سيرة والمسيرة مرجعا هاما لتاريخ البحرين العسكري في العصر الحديث والمعاصر حيث يعد مصدر ثري بالمعلومات القيمة التي سوف تتبرثها الأجيال الحالية والقادمة وفي ختم الحفل تسلم معالي الشيخ محمد من خليفة الخليفة وزير النفط من كل من الأعلمية الأستاذ سعيد الحمد والعقيد الركن عبدالله بن سعيد الكعبية نسخة الخاصة بالكتابة الأمم تاريخ الدول هناك مراحل مهمة يجب أن تؤرخ وهناك قصص نجاح لمؤسسات خلفها قادة استثنائيين يجب أن توثق مسيرتهم المؤسسة العسكرية في البحرين المتمثلة في قوة دفاع البحرين قدمت الكثير أسسها صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ومعه من الرجال المخلصين صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القادة العام لقوة دفاع البحرين قدم الكثير من مراحل عمره خدمة لقضايا أمته العربية والإسلامية قوة دفاع البحرين المؤسسة التي نفتخر بها جميعا هذه المؤسسة التي قدمت الكثير لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية من خلال مشاركتها في عمليات خارجية حفظا للأمن القوم العربي قدمت الكثير داخل البحرين في حفظ السلم الأهلي في حفظ أو في توفير بيئة عامنة للاقتصاد في البحرين خدمت هذه المؤسسة العنصر البشري البحريني أهلت الكثير من المواطنين البحرينيين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية في شتى المجالات الآن يعملون في خدمة جميع القطاعات التعليمية الطبية الهندسية لذلك يأتي هذا الكتاب ليوثق مرحلة جدا مهمة ولشخصية جدا مهمة لها الكثير في قلوب البحرين من حب وتقدير ترجمة نانسي قنقر